اشتركوا في القناة المتقدمة مباشرة الى المقدمة والى صدارة هذا الشوت لنتابع المركز الاول وتقدم مزاد محمد بخالد بن عبدالله العطية من يقدم لنا شعاره على مقدمة وصدارة هذا الشوت على المركز الاول بينما النقل الى المركز الثاني مشاهدين الكرام نتابع مع ثاني المراكز في هذه الانطلاقة تواجد من شجاع مبارك من محمد بن هاد الجربوعي المري من يقدم لنا شعاره على مستوى المركز الثاني وثالث المراكز المركز الثالث نتابع شديد حمد بن هادي بن حفار المري من يقدم لنا شديد على مستوى المركز الثالث وفي رابع المراكز وتابع في هذه اللحظات الاسماء القادمة الوصول من مادح حمد بن محمد العماني آل عذب من يقدم لنا مادح المركز الرابع المركز الخامس وتابع التواجد من كرار حمد بن سهيل بن عبدالهادي المري من يقدم لنا كرار على المركز الخامس النتيجة للخمسة الاسماء والخمسة المراكز في اول ندى في اول تحديات ومنافسات هذه الشوت لنتابع ايضا معكم الاسماء القادمة الشعارات ايضا الحاضرة عبر شاشة قناة الريان في الكادر السف لنتابعها من خلال هذه اللقطة الجميلة وبلمسة مخرجنا لنشاهد كل الاسماء وكافة الشعارات الحاضرة والمنطلقة في هذا الشوت العودة الى الصدارة الى المقدمة شوت من اشواط الانتاج والمنتجين يسير بين جنبات هذا الميدان هو الشوت الرئيس الخاص بالقعدان الانتاج هنا نتابع سن الاذاع في صباح هذا اليوم على ميدان الشحانية على ميدان التحدي ما شاء الله اسماء وشعارات حاضرة تحمل كل التحديات والإثارة في عالم الى صالة ومنافسات هذه الرياضة العربية التلاصيل العودة الى الصدارة الى مقدمة الشوت الى المركز الاول العودة الى الصدارة ومقدمة الشوت نتابع تواجد واندفوعة مزاد شعار المشاغ بياتي هنا مع القمة من خلال تواجد مزاد على الصدارة محمد بخارج من عبدالله العطية من يقدم الصدارة مع مزاد على المركز الاول وعلى مقدمة هذا الشوت بينما هنا على المركز الثاني اتابع التواجد متابعين الكرام مع مركز الوصافة لياتي التقدم والاندفاع هنا من صيفيان عبدالله بن حمد المرزيق المري بدى يقدم شعاره على مركز الوصافة من خلال تقدم صيفيان على المركز الثاني وثالث المراكز الشجاع متواجد منطلق بالمركز الثالث مبارك بن محمد بن هادي الجاربوع المري من يبحث عن صدارة هذا الشوت من خلال تقدم شجاع على المركز الثالث والمركز الرابع اشوف الاسم القادم كرار حمد بن سهيل بن عبدالهادي بن حفار يقدم شعاره على مستوى المركز الرابع وفي خامس المراكز ياتي الوصول والتقدم ايضا من مادح حمد بن محمد العماني العذبة يتقدم على المركز الخامس في هذه اللحظات ولكن شاهد الاسماء القادمة في هذه الاثناء اللي بدأت تقترب ايضا من مركز الصدارة بدأت تقترب من المراكز المذاعة في منافسات هذا الشوت الى اين سيتجه رئيسي الانتاج مع القعدان في هذا الاداء الجميل مع سن الاذاع في هذا السباق المحل الثالث نتابع معكم هذه المسيرة التي تسير بتحديات مميزة وبمشهد يحمل كل التحديات في عالم الاصالة ما شاه الله شعار العطية هو المسيطر المنطلق والقادم الى تحديات هذا الشوت بالاداء الكبير وبالتحدي المثير الله 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 مزاد عصدارة باحثا عن ناموسي هذا الشوت منطلقا بالتحديات الاولى هنا في هذا الانطلاق ما شاه الله يا مزاد محمد بن خالد بن عبدالله العطية ولكن بدأت المضايقات بدأت تجاوز من الشجاع من الجانب اليمين الحاضر والمنطلق الانبارك بن محمد بن آدل جربوع المري بدأ يقدم شعاره منطلقا في هذه اللحظات الى مقدمة الشوت الى قمة الهرم بينما في المركز الثالث يا سلام تواجد وانطلاق من صيفيان عبدالله بن حمد المرزيق المري يأتي هنا مع المركز الثالث من خلال تقدم صيفيان المركز الرابع كرار متواجد حمد بن سحيل بن عبدالهادي بن حفار يأتي على المركز الرابع المركز الخامس يا سلام وصل الشيب في هذه اللحظات محمد بن علي بن قريع المري الله الله محمد بن علي بن حمد المري من يقدم الانطلاق شعار الاموراطور القادم المنطلق الحاضر في هذا الأداء الجميل والمثير الفميتين جاوزناها نسير باتجاه البوابة الأخيرة ولكن الصدارة تغيرت أمورها من خلال اقتحام شجاع إلى مقدمة هذا الشوت القادم بكل شجاعة إلى تحديات البداية مع الكيلو متر المثير الله 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 مبارك بن محمد بن هاد الجربوع المري يقدم الانطلاق مع الشجاع على صدارة هذا الشوت والمركز الأول ولكن الخطر القادم من كرار على المركز الثاني حمد بن سهيل بن عبدالهادي بن حفار يقدم لنا المركز الثاني مع كرار ولكن شعار الامبراطور حاضر منطلق هنا مع الشيف حمد بن علي بن حمد المري يقدم الانطلاق على المركز الثالث ورابع على اسماء يا سلام مجري القادم في هذه اللحظات حمد بجرال البريدي واصل في أول ندى أو مجري بالفعل الحاضر في هذا الأداء الجميل ولكن العودة للصدارة الله 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 الامتار النهائية الامتار الذهبية وهذا هو الشجاع البطل القادم المندفع في هذا الأداء مع الشوت الرئيس سيل الانتاج والمنتجين مع شوت القعدان يحضر بكل قوة ويأتي هنا بالأداء الجميل في اللحظات الأخيرة حتى هذه اللحظات هو البطل هو المتوج من أموس هذا الشوت انبارك بن محمد بن هذا الجربوع المري من يقدم الانطلاق في تحديات هذا الشوت سلام يا شجاع على الأداء وعلى هذا الحضور المشرف في هذا الصباح تهانينا من هذه اللحظة لانبارك بن محمد بن هذا الجربوع المري على فوز شجاع وانتزاع ناموس هذا الشوت يسجل هذا التواجد الصباح الجميل على ميدان الشحانية سلام شجاع سلام تهانينا لانبارك بن محمد بن هادي الجربوعي على هذا الفوز مشكور يدهن اللي قدم هذه الانطلاق المركز الثاني كرار حمد بسحيل بن عبدالهادي بن حفار المري والمركز الثالث وصل مجري مع ثالث المراكز حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي المركز الرابع المركز الرابع كان من نصيب السنافي لمحمد بن حمد الصافي المري والمركز الخامس المركز الخامس من وصل في اللحظات الاخيرة نواف لحمد بن علي بن محسن بن ملحي هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين لفاضل ولكن حضر الشجاع حضور الكبار في هذا الشوت ليحقق ناموس هذه الانطلاقة وقاطعا مسافة الخمسة كيلومتر في فترة زمنية مقدارها سبع دقائق اربعة وخمسين ثانية وخمسة واربعين جزءا من ثاني تهانينا لانبارك بن محمد بن هاد الجربوعي على فوز شجاع وانتزاع ايناموس هذا الشوت الرئيس الخاص بالقعدان وهنياك هذا الانتاج الطيب بينما المركز الثاني كرار وصل في سبع دقائق وستة وخمسين ثانية خمسة وتسعين جزءا من ثاني تهانينا لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري فوز كرار بالمركز الثاني وثالث المراكز كان من نصيب ام جري بتوقيت بشعال البريدي بتوقيت المقدار سبع دقائق وتسع وخمسين ثانية وتسع وثمانين جزء من الثاني تهانينا لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي اشتركوا في القناة